لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد لذلك إخواني قالوا الجزائر الآن راهي في مرحلة صعبة المؤسسة العسكرية لم تسر على المسار هناك تراجع في المسار في الوعود لأطلقها الجيسان من هو الذي تراجع فيه؟ تراجع فيها شنقريح أنا تمنيت شنقريحة يكمل المسار يدعم هذا المسار رغم أنه من المفروض أنه درنا انتخابات 12-12 الدولة صار عندها رئيس مدني رئيس جمهورية عندها حكومة عندها وزارة شنقريحة يقعد في خيات العركان تقوم عندهوش دخل في السياسة هذا هو من المفروض يكون ولكن للأسف أنه عادي يدخل في روح وعادي يتكلم وعادي خطابات متاع ورحلات متاع ونشرت الثامن نهار كامل توررنا في الظباط وشي دير وشي هم الجزائريين كي يروح شنقريحة في زيارة إلى ناحية عسكرية ويلتقي مع العساكر هناك ويتكلم معهم تدير لعليه تقرير إخباري للجزائريين وشي ندير بيه؟ واش رح يستفيدوا منه الجزائريين؟ من المفروض لا من المفروض هذا كلام فارغ هو مسؤول عملياته يبقى في إطاره جيشنا نعتز به ونفتخر به ونتمنى له دائما أنه يكون يبقى قوي وجيش قوي والدولة إذا فقدت جيشها ولا صارت لها هو بين الشعب والجيش رهي دولة مهددة بالإحتلال الخارجي والزواء ولكن ابعد لكن هناك انحرار هما هو سبب هذا الانحراف؟ يجاوبنا عليه ترى هالفريق شنقريح هل المؤسسة العسكرية الآن كملت في المسارى اللي أعد به القيتسار؟ محاربة الفساد وبناء المؤسسات وين هم المؤسسات اللي تبين؟ حتى الرئاسة الآن منذ مرض التبون هي راقدة ما كانش كانش رئاسة في الجزاء بالبقى فروض الرئيس أنه يمر والرئيس يأخذ إجازة حتى كدرت لنا الدستور يا ريت لو كان درت مقترح على الأقل مادة تخص بنائب الرئيس لو كان درت نائب الرئيس يعين فيه شخص نائب الرئيس حتى الرئيس كيغيب ولا يمرض ما شو كي يمرض فقط تقلب مباشرة نلجي كل مد المريكان دولة عظمى وعندها نائب رئيس يولي الرئيس الأخرى نارس في مهام يولي الجزائري الخاص ما ينشغلوش بحاجات إذن إخواني الكرام بالمختصر المفيد أن هناك إشكالية كبيرة لا أدري المؤسسة العسكرية كيف تفكر في هذه المرحلة هناك غموظ كبير المعلومات تقول بأنهم طرحوا سيناريوهات مختلفة وهذه قلتها ومن بين هذه السيناريوهات كلها بينها التي صبت فيما بعد تبوه الآن عندنا احتمالا إما يبقى تبوه هكذا فطرة أخرى وهو غائب وراهوا في مرحلة النقاح وكذا 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 ويقعدوا عايشين هكذا حتى يجيبوا له أو أنه مضطرين يدخلوه باش يوقع على الدستور وأيضا قانون المالي ولو هم رهم يسابقوا في الزمان هذا ضروري ولا خلاص ولا يقولوا بأن الرئيس أصبح عاجز ويتبقوا عليه المدى على قضية المجلس الدستور يا ذركة ماذا نحن نتمنع وكذا يرجع الرئيس كذا يرجع الرئيس يقولوا ما يجب على الرئيس كما هدرنا من قبل ولكن في ذل هذا الوقت قلت الرئيس يعود خلال أيام أنا قلت لكم أظهروه ما تقدروا تظهروه تعبان يعني إذا كان خلال أيام معناها تقدروا تظهروه الآن هذه المشكلة طب الظهرتون بتفلقة بالبيجام وكان تعبان ومره ظهروا حتى حتى تخلوا في الإشاعات هذه تنتشر إشاعات هذه اللي تنتشر راه يتذر راه يتذر لبلاد وتأثر عليها تأثير سلبي يا جمع ما تحسابه بأن الأمور هيئين ولكن للأسف عندنا مسؤولين ما يهمهمش يهمهم مناصفهم فقط والله العظيم ما تهمهم البلاد اللي يعرف في المسؤولين الجزائيين وقيادين عسكريين الآن رهم هو في المسؤولية كنت نعرفهم كانوا قمطنات يعني كانت كابيتان أم جينيرالات الآن والله العظيم كان يبيع ما نقولش أكثر من هذا وفيهم مسؤولين ووزراء رهم فيهم الله ناس معينينهم وزراء في الحكومة أقسموا بالله العلي العظيم لو تسمعوا كيف يتعاملون مع بعض الناس والمراسلات متاعهم اللي حدثت يتكلموا إلا من تحت الحزام والآن رهم وزراء يشرعوا للجزائر مشاريع منصب وزير الوزير مشه فقط شخص الوزير رهه منصب سياسي وعضو في الحكومة وشخصية اجتماعية يكون عندها تأثير هذه هي المواصفات اللي كانت في زمن معين للوزراء الوزير كان كي إذا تكلم الناس تسمعه لما يتميز بها من خصائص وإذا تحركي أثر وأيضا صاحب كارزمة ورجل سياسي جايب لي ذري واحد يقول لهم اللي ما يعجبوش الحال يروح يهاجر من البلاء ذري كان يعيط للمرد سلال طاطا ويقول تابون طنطن ومصاحب المهم حتى وصل وزير الشباب ها وكيفاش يتعامل مع الجزائرين ولم يحدث شيئا يعني لو كانت الجزائر حقيقة دولة مؤسسات كون جيت مسؤول في الدولة والله هذا الوزير ما بات لي لوزير ما بات لي لوزير ولكن المشكلة أنه أنه الشعب ما عندهش قيمة لدى هذه السلطة هذه الحقيقة طارنه طارنه لما كان فطرة الأخيرة من عمر القيد صالح والله العظيم وكان جاء القيد صالح هذا الوزير ما بات لي لوزير كان شما والله ما بات لي لوزير كان يجوه يقول له عن الملفات يقول له الوزير فلاني عنده ملف فساد ويقول له كيف شو كيف شو يأخذ القانون مجرى يقول له ممكن تكون تدعيات أمنية كذا والله هز الحبس أن يتجرع واحد يدي ويحيا بما يمثله ويحيا من نفوذه وشبكات داخل النظام هذا يقدر عليها غير واحد جباته إمانه هذه أما أنه نجي الآن ونشوف نشوف هذه الوزراء غثاء كغثاء السيد ها هي حولوا البلاد إلى مصر العنطريات ما تبنيش دول العنطريات الفارغة في شبكات التواصل ما تبنيش دول روحوا وشوفوا الإدارات شو روحوا وشوفوا الجزائر العميقة كيفاش يتعاملوا الناس شوفوا الجزائريين اللي مازالوا علقين في الخارج الدولة الوحيدة في العالم اللي خلت مواطنينها علقين أشهر حتى يقولهم يترجوا باش يجو كل الدول غلقت أجواءها وفتحتها فتحتها الناس الناس تسافر من فرنسا وترجع والله ما عدا يدير الكشف الدخل في المطار نحن أخرى أنت المهم كي تنتقد أنا كي لمن تقدرين من أكرهوش كي نقول هذا غلط رون والله لا نكره شنقريحة ولا نكره تبور ولا نكره حتى واحد درني نتمنى لهم وعندما نقول هذين من شكراهي وهذه يقول لك وكان الواحد يبعث لي يقول لي آكي شفت الرئيس الرئيس تبور راجع يعني كأنني أنا عايش عن تبور وتحت رحمة تبور وراه كي سمعت به جد والله العظيم غندما يعود أنا ما نهضرش عليه مدام غاية ومدام مريض ما نهضرش عليه كشخص ولا كمسؤول أنا ننتقد في الممارسات من تعلن ناس اللي خلهم بربا ولكن عندما يعود ستسمعون ماذا أقول لتبور وما على بالي بيه ولا ما على بالي بشندريحة ولا ما على بالي بواحد كي يغلط نقول غالط بشار الأسد أنا في سوريا في حمص في فندق وهناك أعلنت لما كي بديت رح نستقلت قالوا لي الناس أخرجوا بعد تكلم قلت ما بدأ قلت رجولة قلت هناك وأنا في سوريا وبقيت ربعة أيام كان يوم ستة وغدرت يوم عشرة جونبي 2012 قلت له أنت قاتل وتناولوها وسائل الإعلام وأنا مازلت في سوريا هذا أنا عند واحد نظام مستبت قاتل وقلت له أنت قاتل خاف منظرك لأنه تبورح يرجع الجزائر وراني خفت منه ولا حسبت واحد يكتبه يكتبه في شبكة طرز لا أنا ورى مالك راه خايف النظام الجزائر يجيب النظام الجزائر نهار لحب يجيب واحد من تركيا باع ليبي باع قضية ليبي والله الله وإذا كان نعرف أنا منظام الجزائر رح يبيع قضية من قضايا الجزائر من أجل باش يجيبني أنا والله نحجز على حسابي ونروح له ونقول له ما تبيعش القضية فقط لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله